أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بإبلاغ إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية بحالات الترويج للسجائر الإلكترونية عبر الإنستجرام وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة نعم ففي بيان أصدرت وزارة الصحة قالت فيه أنه لوحد مؤخرا قيام عدد من مديري حسابات الإنستجرام بارتكاب مخالفات تتعلق بالإعلان والترويج وبيع السجائر الإلكترونية المحضورة بمجاب قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وبمجاب قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن حضر واستيراد أو توزيع أو بيع السجارة الإلكترونية والتي تعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون بالغرامة التي تصل إلى 3000 دينار وضفت الوزارة أنه نظرا للارتفاع الملحوط في الحسابات التي تقوم بالترويج للسجائر الإلكترونية عبر الإنستجرام في مملكة البحرين فقد ارتأت إدارة الصحة العامة بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن تلك الحسابات لكونها الجهة المعنية بالجرائم الإلكترونية للحصول على بيانات المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة